شيد اسورك ع المزارة من كدنا وعي من ايدينا وين خمرت جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة وين خمرت جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة ايه ده ايه حج في ايه كابل بايز اهلا بيكم كم مرة سمعت كابل الجيتار بايز طب انا اعرف الكابل بايز ازاي من غير مباوز الدنيا يعني دلوقتي بتبقى قاعد في حفلة ومعاك الجهاز بتاعك او قاعد في بيتكو بتتمرن وتيجي توصل ما بتبقاش عارف العيب منين جاي من الامبليفاير ولا جاي من الجيتار ولا جاي من الكابل اللي واصل الجيتار في طريقة بسيطة جدا هتحتاج بس جهاز صغير هتشتريه من بتاع الاجهزة الكهربائية اللي بيصلحوا الاجهزة الكهربائية مثلا عندنا في العتبة هتلاقي الجهاز ده كتير جدا وبيتبقى يعني الجهاز ده اسمه الافو ميتر او مالتي ميتر بيسموه بالانجليزي مالتي ميتر بس الاسم المتعرف عندنا في بلادنا الافو ميتر الافو ميتر ده عبارة عن جهاز زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه زي ما طول مفتاح بتغير فيه ممكن تقيس الامبير ممكن تقيس الفولت ممكن تقيس المقاومة ممكن تقيس حاجات كتير قوي وبيطلع لك الرقم على شاشة وليه عصيتين صغيرين كده هتشوفهم دلوقتي هم واحد بتحطه على ناحية من السلك واحد من ناحية التانية وبيقدر يقرالك الاراية اللي انت عاوزها وبتطلع على الشاشة دي طب نستعمله ازاي دوت الجهاز ده انا مش كهربائي ومش متخصص في الاعمال الكهربائية الجهاز ده عبارة عن اه اه من ناحية بيبعت اشارة عن طريق بطارية موجودة جهاز دوت وبيشوف اخر الكابل الناحية التانية الاشارة دي لما هتعدي هل هتلاقي مقاومة لو الاشارة لقت مقاومة يعني بتقرأ اراية في المقاومة ده معناه انك انت الكابل ده سليم لان الكابل ده بيؤدي وظيفته فيه مقاومة الكابل كله شغال لو حطيت من هنا وجيت من ناحية التانية ما لقيتش اي حاجة خالص ما لقيتش حاجة خالص ده الكابل مقطوع ده الكابل مقطوع ما فيهوش اي حاجة خالص مش وصلة الكهربا مش وصلة فيه لو لقيت رقم صغير جدا ولايه قوي 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 غير الرقم المعروف اللي هو ما 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 بين كزا لكزا مسلا لكل نوع من انواع الاسلاك ده تعرف ان الكابل اجزاء منه مقطوع او مكسور واخد بالك وبيلمس وبتاع وكده فانت ده معناه انك انت محتاج اه تغيره طب احنا هنعرف الكلام ده في كابلات الجتار ازاي ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ده سطح المكتب بتاعي انا هجيب معايا هنا الجاز بتاعي اللي هو الملتميتر او الافو ميتر انا هحطه هنا عشان هيشوف الرقم عندنا نشوف الرقم عليه اه على الشاشة الزوارة ده هيظهر معايا وانا جبت كابلين دلوقتي فيه كابل منهم سليم اللي هو ده هتحاجربه دلوقتي قدامكم وبعد كده الكابل البايز هنشوف ايه احكيتو معنا اول حاجة بفتح او افوميتر دوت او وعمله على القوم على اصغر حاجة في القوم هتلاقيها متين قوم مسلا متين قوم هتلاقي بعد كده فيه الفين قوم فيه عشرين الف قوم متين الف اوم آآ متين الف قوم لأ ده تنين مليون قوم فممكن هو يقيس عدد معين من القومات على حسب طبعا احنا هنصغر اصغر حاجة عندي اللي هي متين قوم دوت انا هعمل المؤشر بتاعه عليه. انا لو لمست السلكين ببعض كده لو شفت كده هتلاقي ابتدى العداد يعد عندي واحد اتنين اتناشر واحد وتمانية من عشرة واحد وستة ستة من عشرة انا بشوف ان فيه اراية موجودة عندي. الاراية عندي دي حوالي اه يعني حوالي ستة من عشرة قوم دوت اللي هو طبعا لو اللي نسوم هنا مش عالكهرب ولا حاجة موضوع مش مش كبير يعني. فالبطارية اللي جوة يعني ما بينه مقاومة بسيطة جدا يعني. دلوقتي احنا هنشوف السلك بتاعي هل فيه مقاومة ولا مفهور. فانا باجي عند الطرف لو مسكت الطرف السلك بتاعي هتلاقي فيه حتة صغيرة وحتة كبيرة. هحطه على الحتة الكبيرة ده اول ناحية. اوكي? وعند السلك بتاعي اللي هو الطرف التاني هحط برضو على ناحية كبيرة الطرف التاني. وهبص الاراية بتاعتي هتبقى عاملة زي. شوف الاراية. خمستاشر واحد واربعة من عشرة واحد واحد من عشرة. آه. في مقاومة عندي من هنا دلوقتي. ظهرت عندي ما بين الطرفين. لو حطيته على السن الرفاية. على الحية الحتة اللي فوق ديت والحتة اللي فوق دي. هبص على المقاومة. على ايها برضو. نفس الموضوع بس اكتر شوية لان ده هيبقى الحتة الصحية. مش الارضي. فعلى الحتة الصحية فيه مسلا اتنين وسابعة من عشرة واحد وتمانية من عشرة واحد ونص اتنين وتسعة فيه. آآ لغاية ما يرسل رقم. اتنين وتمانية من عشرة حوالي. فانا عندي اراية من الجزء ده. طيب انا هشوف بقى دلوقتي الكابل البايز هتبقى رايته ايه? ده الكابل اللي انا جربته دلوقتي على الجيتار. وآآ ملقتش. ملقتش حاجة خالص يعني آآ مفيش صوت طالع منه. فانا عايز اعرف العيب من الكابل ولا العيب من بتاعي. فانا نشوف اول حاجة اصل حاجة الكابل يعني انا مش عايزة اتكلف واروح للرجل بتاع الاجهزة الكربية صلاحي وانا معرفش ان هو العيب منه ولا نا. فانا دلوقتي زي ما عملنا مع الكابل السليم هشوف الكابل البايز. خلي بالك الاراية بتبقى واحد على لما بفتحه على المتين آآ اوم. الاراية بتبقى واحد صحيح في الاول. طيب. ادوس بقى احط اول حاجة السن بتاع الناحية دي على الطرف الكبير من هنا. واحطه على الطرف الكبير من ناحية التانية. واحشوف الاراية. اه? الاراية على الطرف دوت. ده سليم. الارضي بتاعه سليم. بيدي ارضي واحد واربعة من عشرة واحد تلاتة من عشرة واحد وتمانية سبعة تمانية سبعة سبعة من عشر. سبعة من عشرة الستة من عشر. اخي بالك ده زي الكابل الاولاني من ناحية الارضي. فالارضي بتاعه سليم. طب نشوف الحتة الهط. بيسمونه الهط او المتاع اللي هيبقى فيها الاشارة بتاعة الجتار بتاعي. ليه الطرف بتاعه? اما حطه عالطرف بديني واحد. هي نفس الاولانية. نفس الاولانية بتاعة. احطه تاني عالطرف. اما بحطه عالطرف بديني واحد. ما اقاراش حاجة خالص. ميت. زي ما انت شايفه. ميت. تاني. حطه تاني على. اجرب. طب اجرب دي هنا وهدي هنا. حطي الطرف اللي سود على الناحية دي. واروح حاطة الطرف التاني. ميت. واحد. ما تحركش الرقم. طب اجرب تاني على الارض. اه الارض في رقم اهو. الارض في رقم. سبعة من عشرة تمانية سبعة في 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 الارض في شغال يعني الارض بتاعه سليم. انما الهط الحتة السخنة او الطرف اللي هيبقى فيه الاشارة بتاعة الجتار بتاعي. مفيش. صفر. ما زادش ولا اتحرك وانا عمل اهو المس وغيرت. نفهم من كده ان الارض بتاعي اللي هو. الطرف اللي هو اللي تحت ده سليم. ولكن الاشارة ما بتطلعش خالص من ناحية دي لناحية دي. ده معناه ان الكابل ده من جواه مقصور تماما. مفاصل تماما. ما فيش اشارة بتوصل من هنا. لهنا. ده معناه ان الكابل دوت لا يمكن يعني آآ آآ يلعب بيجي طور. مش هيحصل يعني. طيب الكابلات بقى وانواع هتلاقي نوع مصبوب الصبة ديت كده. فده خلاص ما هتعمل فيه ايه يعني مش هدود تتعمل فيه حاجة اللي نفسه خلاص انتهى فانت عايحصل انك هترمي الكابل دوت مفيش فيه اصلاح يعني. لو حاصل انك انت عاوز تصلحه يعني وكده بتقص الكابلات من هنا. وبتدور فين الكسر بتاعه بقى في حتة لو تقدر الكسر ده في حتة قريبة بتشيل الحتة القريبة ديت او لو كان العيب الوصلة بتاعت نفسها مش مزبوطة فبتشيلها خلاص. فيه بقى بتتباع في محلات الاجهزة الكهربائية ده نفسه او الطرف بتاعه ده نفسه. يبدو ان الكسر في في الحتة ديت لان انا في زاوية هي ده مش مستقيم خالص يعني. في يبدو انك انت كنت بتعزف في وقت ما وكسرته بانك تنيت الحتة ديت وده الوصلة دي مارنة مش هتتغير يعني فدي لها هتقص يعني. فانت ممكن عشان تصلحه انك بتقص الطرفين دول من هنا وعند محلات ايه الاجهزة الكهربائية بتشتري آآ جاكين آآ بيسموهم فونو جاكين فونو آآ اللي هم مش ستيريو هتلاقيه مونو يعني. وآآ بنتوع تليفونات انت لو قلت راجل انا عاش تليفونات بتاع زمان. التليفونات كانت هي بتستعمل الجاك دوت يعني. وبتركبه بماكنة لحم صغيرة بتلحم الطرفين هو في طرفين بس. فبتلحم الطرفين لان ده مش ستيريو في طرفين بس موجب وسالب. وهنا الطرفين الموجب والسالب بس يتخلي بالك الموجب مع الموجب والسالب مع السالب يعني الارض اللي هو الغلاف اللي حواليه دوت هيبقى هنا. والتاني دوت اللي هو الهط بيسموه الهط او اللي بيبقى فيه طيار ده هيبقى مع بعض وتوصل الاتنين ببعض الاتنين الحمر ببعض الاتنين السود ببعض ما ترخبطش بينهم اموما الاتنين. ودي كانت طريقة ان انا ازاي افحص الكابلات بتاعتي باستخدام او المالتيميتر. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة